السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة شهيوه الضاري معاهين اليوم سوف نقترح لكم خلطة سحرية سحرية و يوجد وكس يجب السمك بجميع الأنواع يجب أن يحمر و يجب الديد اكيد سأعجبكم هذه الطريقة و لا تضموش عليها نهائيا لا تنسوا ان تشتركوا لكي يوصلكم كل ما هو جديد لدي الحوث بالنسبة للسمك يبقى الكمية و النوع ليس ضروري يبقى لحسبكم انتوما هنا عندي جوج الانواع يجب أن يكون مغسورين مزيان يجب أن يكون مستقطر مزيان لكي يتغسل يجب أن يحتسر الاخواتره ليس ضروري تكون غيف هذا النوع للسمك هنا عندي واحد الحامضة حامضة بلدية موجودة تبارك الله و الملح على حسب الضوغ بالنسبة للتوابن المعلقة الصغيرة الفلفل أسود المعلقة الكركم المعلقة تحميره قبيصة صغيرة السودانية المعلقة الصغيرة القصبر حبوب مطحون المعلقة الصغيرة الكامون والتومى والتومى والحمض والترمان المعلقة الصغيرة المعلقة الصغيرة يجب ان تكون الكامل الملقة الصغيرة هذا هو السر الأول لحود الذي نخذه على بره لا يدرون نهائي القصبور الذي يكون طريقا ويكون حبوب لماذا يدعون المعضاق للقصبور وفي نفس الوقت لا تبقى التوابل لا تبقى التوابل لا تبقى التوابل يعني يأتي بحالة البره ويأتي بلا في القرمشة ولا في اللده ويأتي بزافة انه فيه التوابل ويأتي نعصر الحامضة جيدا دائما انا عودتكم كنعصرها بهذا اللي كنفربوا بها كتون كتخرجنا واحد الكيمياء ديال العاصير مهمة واحتلوا بيعني تواكن ديرو باش كيعطي ما دقل كيكون زويل لان الحامض معروف كيتوتى بزاف اللي موجود عنده الحامض استعمل الخل وخد برا موجود تبارك الله الحامض سوف ينخلط هاد العناصير مزيان يعني كل ما خليناهم ترقدوا في هاد العطرية كيكون من الاحسن نخليهم يترقدوا كيكونها كامل احسن كي يأتيوا اللده بالنسبة لكمية السمك انا قسمتها على جوج لاننا لا نستعملها كاملة وهنا الخلطة اللي نستعمل فيها اللي كانت تكون زوينة نستعملها غير الدقيق بل نديره حتى كاس ديال الماء انا اخذ هنا كاس ديال دقيق بالفورس وهنا ندير واحد القبيصة صغيرة ديال الفلفل اسود كباش كان لدده ونضيف الماء بشوية بشوية تقريبا بالعبارة الكاس سيشط لكم واحد البعيلقة وذلك الماء يسبق على حسب النوعية للدقيق المهم القوام هو هذا اللي خاصنا نحصل عليه يعني القوام ما يكونش جاري بزيف وما يكونش تقيل بزيف يعني كيكون بين وبين صافي مباشرة كندوز كنقلي زيت اللي كتكون سخونة وكنهزادك السمك ديالي وكنديروا في هذه الخلطة صدقوني كيجيل ديال مقرمش بزيف وما تشربش لنا الزيت وما تيخليش لنا ذيك الرائحة ديال السمك يعني في البيت ما كتبقاش نهائيا أخواتي لأنه عديك شكل كيديرها كيديرها الدقيق اللي كيكون كيطيح لنا هكا في المقلع كيتحرق ويعطينا ذيك ريحة الشياط في الدار يعني هالطريقة ديالوا تتفكروني حتى في السرديل ما سيخليش لكم نهائيا ذيك الرائحة هنا الزيت اللي كتكون سخونة وكنبدأ كنقلي بسم الله على بركتي الله كيف ما كنقلي السمك عادي دائما العافية كتكون هكا معتعد لما كتكون مجهدة بزيف وما كتكون ناقصة علش ما كتكون مجهدة بزيف باش ماشي كيتطاب لنا غير من بره يتقرمش سوف نحطوه من الداخل خصوصا السمك عادي مهبر كتكون في هكا اللحمة ونفس الوقت ما كندروا العافية مهيلة باش مجهد لنا في المقلع يعني غير نحطوه متى يبقى مقرمش دائما العافية كتكون معتادة يعني كتكون هكا في وسط يعني في وسط النار سوف نبدأ كنقلب وكان بدأ كنقلبه من غير جوجة المرات كل جهة تقلب على جوجة المرات دائما يتقرمشوا وكي يجيو صراحة نلدادين هناكي يجيو مقرمشين دائما الخلطة اللي كندروا لي هكا شوية دي الفلفل السود كتتخليها كتجي لديدة وما ستبقى نهائيا دوك الدخاخن اللي معروف في المكا نقلي وهكا الحوس بجميع الأنواع ديالو يخليناك الدخان ما كيبقاش نهائيا كنقلي فيه عادي وما كانش نهائيا ريحة في البيت لأن ذاك الدقيق منزلش نهائيا كنبدأ كنقلي فيه حتى كنكمل الكمية اللي عندي كاملة ونأكد انه ليس ضرر يكون هاد الانواع اللي متوفر لكم حتى السرديل استعملوا هاد القضية وخصوصا السرديل حتى السرديل استعملنا القزبر المعدنوستري نستعملو مغي في الوسط ديال السمكة لا نستعملوه هكا من بره كي يجيونا تماما حمر القرمشة بحل ديال بره ونعود نصوبها كاف ضارنا بالأحسن كنكون اننا تايقين في الزيت نستعملو مرة قلينا فيها ونضيف الحذر لاني ينهز زيت ستقلب لاني مقلع سوف نستعملوها حتى نكمل القليبين نقلبوها على جوجة المرات كي يجيونا قرمش ونرجع معكم كي يرى الشكل النهائي ونأكد ان هذه الخلطة يمكنكم تستعملوها حتى تستعملوها في عديد الحويجات ان شاء الله سنشاركه معكم هذا السمك ديالي بعد موجد كي يجي مقرمش بزاف قدمتو معه سلطات يعني سلطات لدافئة وقدمتو مع معقودة ديال الشيف لور لكي تاييل ديدة بزاف وزوينة جربوه بدون تردد شوفوا اللون دياله كي يشهي ماشاء الله كي يجي تماما بحدك اللي كناخدو على برا لعجباتكم ووصفة متشمش انكم تشاركوها مع الاهل والاصديقاء تخليوا لي اراءكم و تعليقاتكم لك تحفزني بزاف خليتكم على خير و خليتكم رحا الى وصفة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة